المفروض يعني السياسة النقدية أولا طبعا بنك المركزي المفروض هيئة مستقلة لا تخضع لأحد ولا غيره الحمد لله أنا شاركت في وضع قانونة وأصريت على أن يكون هيئة مستقلة لا يخضع لأحد حتى لا يخضع الأهواء السياسية القضية اللي تكون أنه هذا الشيء لازم يدعم الدينار العراقي وعندما يدعم الدينار العراقي لا يكون الدينار العراقي متهاوين ذكرت جملة حضرتك في بداية التقرير يعني هي لب المشكلة قلت يسدد فيها عجز ميزان المدفوعات لأن الدولة من يسرعتها عجز في ميزان المدفوعات يكون عجز في الميزان التجاري ويكون عجز في الموازنة العامة لسداد هذا العجز راح تضطر تطلب الدولار ومن تطلب الدولار عملتها راح تنزل والدولار يرتفع سعرات تجاه العملة وتصبح المشاكل الاقتصادية اللي الآن تلاحظوها بالعراق هذه القضية هي اللي مهمة جدا يعني كيف يمكن أن نحقق وهاي طبعا مسؤولية السلطة الاقتصادية النقدية اللي يرسمها البنك المركزي The Bank of Banks واللي هو الشعار الأساسي هو اللي Stabilization Economic Stabilization هذا الشيء يحقق البنك عن طريق ضمان سعر العملة تجاه النشاط الاقتصادي أنا ما تفيدني الأرقام اللي تقول عدي هل قد بالبنك وعندي كذا لكنه سعر الدينار منخفض ليش سعر الدينار منخفض وين تتروح هاي الدولارات زيناني خليني أسألك هو هذا السؤال دكتور ليش سعر الدينار منخفض وسعر الدولار عالي يعني بعدنا نتذكر أهلنا يحكونا ولا نحن نجوز مملة حقين عليهم نتذكر يقول لك قيمة الدينار دينار كان يساوي ثلاثة 0.3 0.5 ولا 0.3 اللي هو تقريبا اليوم حتى نفهم ما يمكن اليوم نقول مثل كويت أو مثل طيب إذن هذه الزيادات اللي إذا صير مدى تقدر حتى تنزل هذا السعر وين المشكلة وين الليك مثل ما نقول بالعراقي المشكلة تتعلق في كيفية إدارة الأزمة لحد الآن يعني بصراحة وخاصة من وراء الأزمة الأخيرة اللي حدثت يعني بتواضع بالرغم من كل الجهود لم نرقى إلى مستوى معالجة الأزمة ليش؟ لأنه إحنا نطلع بمعدل 250 إلى 300 مليون دولار عن طريق نافذة بيئة العملة ولحد الآن يعني تيصير قرابة المليار يندس بالسوق هل إن السوق العراقي يستحوذ هذا المليار؟ إذن معناها أكون منفذ دا يتسرب من عند الدولار ولذلك تلقى الآن اتجاه الفيدرالي إلى التدخل حتى في الحوالات الصغيرة الحوالات الشخصية مو بس الحوالات التجارية إذن